تنفيذا لأمر سموية للعهد بتوزيع خمسة آلاف وحدة سكنية في كافة المحافظات واصلت وزارة الإسكان توزيع عقود الانتفاع بوحدات مشروع حيبو شهين بمدينة شرق الحد على المواطنين المستفيدين وصرح الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية الدكتور خالد عبد الرحمن الحيدان بأن إجراءات تسليم عقود وحدات حيبو شهين بمدينة شرق الحد تأتي في إطار الجدول الزمني المعد من قبل الوزارة لتنفيذ أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد مؤكدا أن هذا المشروع يكتسب أهمية كبيرة باعتباره يسهم في تلبية العديد من الطلبات الإسكانية وقال الوكيل المساعد أن الوحدات الجديدة تأتي في إطار الحرص الذي توليه وزارة الإسكان في زيادة وطيرة توزيع الوحدات الإسكانية على المواطنين مؤكدا أن نسب الإنجاز في مراحل هذا المشروع متقدمة وتعكس الجهد المبذول لتلبية التطلعات بشأن الإسراع في تلبية الطلبات الإسكانية والسعي المتواصل نحو تنفيذ رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ونوه الحيدان إلى أن الوزارة قد أوشكت على الانتهاء من تنفيذ أمر سمو ولي العهد القاضي بتوزيع خمسة آلاف وحدة سكنية على المواطنين المدرجة طلباتهم على قوائم الانتظار مجددا حرص الوزارة على الانتهاء من تنفيذ الجدول الزمني لتوزيع الخمسة آلاف وحدة سكنية والانتهاء من تلبية الطلبات الإسكانية التي شملها برنامج التوزيع في المشاريع المدرجة قبل نهاية الشهر الجاري